مرحبا بكم بكامل القناة انتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير انا راني لها بس الحمد لله درت هذا الوصفة وحبت نشاركها معكم بما انها سهلة وبنينة تاني واقتصادية شوية يعني غير بشي فلور وشوية تاع الجاج ووالا لي حب يشوف هاد الوصفة اتبع الفيديو للاخر واذا عجبكم الفيديو ديروا جامع واشتركوا في القناة لي مازال ما اشتركش واكتفيو ولا كلوش باش يوصلكم كل جديد لاتس جو اهنا يا في قدرة ولا في الكسكاس هانا ادرت شوية تاع الخضعة هذيك الخضعة ندير بها لسالد ودرت شوية فورته اه انتم ما اذا حبيتو تغليوه في الماء كما تحبوا انا هنا فورته ودرت له شوية تاع الملح اه كما قلتلكم كني كنت انا نهت اقشي شين سفورة شطوح الخضرات باقي مازالي سير كما مثل تقوامانا كني كنت اعجب مع شوية تاع الثوم اه ايوه اه 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 هنا يا راني نبريباري في شوية تاع السالد اذا يقلق نبريباري على السالد او بعد اسمي ثوى الخضريني نيناو أضغط كبيرا و نضغط الملح نضغط كبيرا و نضغطاء الملح و نضغط الملح قمت ببنين ليتضغط و نضغط كبيرا و نضغط ايضا اللي نبقى كما يصنع فرمج فرمج ليسغل ملح ونضع فرمج اضحتي الفرمج الذي تحبيه كما تضعي والخلطه كامل نضعه كامل نضعها دعونه أبدا أضعها في البطاق نستطيع الضغط updatedbass ثم نضيف نضيف 3ات تباً نضيف نضيف أن نقللها في الزيت الزيت يجب أن تكون سخونة فهمتوا؟ يجب أن تكون سخونة وإذا لم تكن لا تريد أن تأكلهم يعني يجب أن تغطيهم وضعهم في الثلاجة وكي يصل وقت العشاء أو وقت الغداء يعني كي راح تأكلوا وحقليهم بس كي يتأكلوا هكا سخونة يعني إذا كنت تغشيشين ميلة الزريمة ستقلوا ميلة الزريمة أصبح كيفية أصبح غير جدا ستقلوا ميلة وكي تجيب أن تكون عضي نحن التجيب كما قلت لكم الزيت يجب أن تكون سخونة وكي تضعه في الزيت لا تحركه ليس فهم القيمة أو كيف يجب أن يكون حما وكي تضيف زيت يجب أن تتحرك ومع ما تقلب الطنس ما عليش سباك غافة تحرك ذاك شوية وكي نقلبهم ما عليش نحركهم شوية حتى يطيبوا يعني نقلب فيهم حتى يطيبوا من الجهتين البنات ايضاركم ما زلكم تشاهدوا في هذا الفيديو مع انت عزبتكم الوصفة يالله ديروا لي ابوني لي ما زل ما در وديروا لي جام وبرتجوا قناتي لاصحابتكم ولا لزامي تاعكم وكي يعني اللي عندكم باش تكبر قناتي تاعي واستفادوهما تاني اهنا راني نحيتهم يعني طابوا من الجهتين والله غير جوي يهبلوا بنان قرف انا على بدكم انا الجامي ناكل شي فلور ما نحبوش قاع لا في المرقة لا في الفورلا بصحف هاد الوصفة نموت عليه يعني هذك الجج هذك الوقو تاع الجج يطيق على هذك شفلور فهمتو يعني يعني ستخلفنا وانتدي يعني انك جامي تقشي فلورينا مع الفورا مع المرقة اما ميقلارو ستايين والله ما نفيك تخلف اه لقونين البوليا ايه امشاكنا ايه ايه اكزاين شوية في لقون شفلور يعني ياربثوك لقونين شفلور دي باناروك فنيني تقرف قرف 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 يعني سي مسن سيدة تزار مته اه سيوها وتعارفو يعني وتشوفو كيفاش جاوا ببنان ويقار مشو وماشاء الله وهنا يدرت معه شوية لصالد هكيا اي بولا رانا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى تعجبكم مع هذا الوصفة وتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وراح تنجح لكم اكيد يعني وصفة سهلة غرف سهلة اي وحدة مبتدئة رح تديرها وبنينا في نفس الوقت تهبل يلا ما تهربوش ديروا ليجام ديروا ليجام وبرتجوا وقناتي يا ايا ما تهربوش سرقوا الوصفة وطهربو ناجو غيقل الى ما عجبكمش الوصفة المهم نقول لكم شكرا مزاف على المشاهدة انتلاقوه في الفيديو القادم ان شاء الله نحبكم بزاف تهلو في روحكم السلام شكرا